إيش هي الأدوية اللي المفروض لا تأخذ مع بعض؟ إذا أنا مثلاً واحد مريضة أمراض مزمنة وبيأخذ عدة أدوية فيها اليوم ما هي الأدوية اللي المفروض لا تخلط مع بعض؟ هلأ هي غالبية الأدوية خلينا نحن نقول أنه الـ safety profile أو الأمن تبعه بيكون منيح هلأ دائماً نحن منوصل المرضى أي مريض عنده مرض مزمن عم يأخذ دواء على فترة طويلة كل زيارة لطبيب ممكن فيه احتمال أنه يصف له دواء جديد فدائماً المريض لازم يزود الطبيب والطبيب أكيد يسأل المريض أنت الأدوية اللي عم تأخذها شو هي؟ لشان الدواء الجديد اللي رح ينضف ما يعمل أي تأثيرات جانبية هلأ لنحكي عن التداخلات الدوائية بقى موضوع كتير كبير وأوقات فيها كتير تفاصيل وفي كتير أدوية مزمنة سواء لأدوية الضغط لأدوية السكر لغدة الدرقية فغالبية الحالات ما في كتير تداخلات دوائية حتى نحكي بشكل نوعي أو معين بس دائماً برجع بقلك يعني دائماً نصيحة لأي مريض بيأخذ دواء دائماً نذكر هذا الدواء تذكر الجرعال أنت عم تأخذه دائماً نزود طبيبك المعالج بهي المعلومات لحتى يتجنب بصف أي دواء ممكن يداخل معه ويعمل ضرر بالفعل هذه هي النصيحة الذهبية